وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك اليوم كضيف الشرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية بحضور رئيسة الهند درو بادي مورومو ورئيس الوزراء الهندي نارين درامودي وكبار رجال الدولة الهندية بدأت مرسم الاحتفال باطلاق المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبا برئيس السيسي وتم تقديم عروض عسكرية للقوات المسلحة الهندية لأحدث المعدات والأسلحة الهندية على مداري تاريخ علاقات الصداقة المصرية الهندية الممتد لخمسة وسبعين عاما لأول مرة يتم دعوة رئيس الدولة المصرية لحضور أحد أهم الاحتفالات الهندية على المستوى الرسمي والشعبي الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر فعليات احتفالات الهند بذكرى يوم الجمهورية خلال ثاني أيام زيارة سيادته إلى نيو ديله وذلك بمشاركة رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي وكان آخر احتفال للهند بيوم الجمهورية دعت إليه أحد عشر رئيس دولة لكنها هذه المرة وجهت الدعوة للرئيس السيسي فقط وهو ما يؤكد تقدير الهند الكبير لمصر وللرئيس السيسي وشاركت القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية وعزفت الموسيقات العسكرية المصرية النشيد الوطني خلال الاحتفالات وصردت الهند خلال الاحتفال بيوم الجمهورية قواتها العسكرية وقواتها النعمة فقدمت القوات المسلحة الهندية أحدث أسلحتها ومعداتها خلال فعاليات يوم الجمهورية فالجيش الهندي يحتل المرتبة الرابعة ما بين جيوش العالم من حيث التسليح والقوة كما قدمت الفرق الشعبية الهندية عروضا تعكس الثقافة والطراث الهندي وتحتفل الهند في 26 من يناير من كل عام بيوم الجمهورية وهو اليوم الذي تم فيه تدشين الدستور الهندي عام 1955 ليوحد جموع الشعب الهندي متعدد الأعراق والديانات على قلب رجل واحد ورى مرقبون أنه على مدار قرن كامل لم تنتاج مصر سياسة إيجابية ناشطة ذات نطاق إقليمي وعالمي في آن واحد مثل ما تنخرط الآن في كافة القضايا الإقليمية والعالمية حيث قرقت القاهرة بسياساتها الخارجية من نطاق الدوائر التقليدية إلى دوائر جديدة كليا وما يعكسه تطور العلاقات المصرية الهندية والزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند محمد عبدالله للتلفزيون المصري نيودي الهي الهند